مرحب بحضراتكم من جديد في صباح الخير يا مصر وخلونا دلوقتي نتكلم أو نمسك ملف تاني وهو ملف السياسة الخارجية ودور مصر اللي كانت بتلعبه في دورها الإقليمي ودورها طبعا الاستراتيجي قبل 2014 الدور المصري تراجع بشكل كبير جدا في محطها الأفريقي والعربي خلينا نقول إن مصر كان لها قبل كده دور يمكن محوري وريادي الدور ده تراجع تماما عشان كده شفنا سياسة رئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتم جدا بصياغة سياسة خارجية هدفها الأساسي هو استعادة التوازن واستعادة مصر بدورها يمكن كان دور رائد أنت بتكلمي تحديدا إفريقيا بسانت دور رائد كمان لعبته مصر كانت مصر عضويتها مجمدة في الاتحاد الأفريقي شفنا إزاي خلال وقت قياسي قدرت اللي هي ترجع ومش بس ترجع كعضوية لا كمان ترجع مصر ليه الرياضة وتكون هي اللي بتقود الاتحاد الإفريقيا يمكن تفاصيل كتيرة جدا حصلت في العلاقات الخارجية المصرية تحديدا وكان بيلعب دور رائد فيها في الدبلوماسية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي واهتمامه أنه يرجع تاني هذا الدور المحوري والرئيسي لمصر يعني هنعرف تفاصيل أكتر مصر كانت فين وبقت فين النهاردة من معضفنا الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام نورنا في صباح الخير يا مصر أهلا وسهلا صباح الخير وتحياتي لحضراتك وتحياتي للسادة المشاهدين وإن شاء الله دايما مصر بخير يعني موضوع مهم جدا ملف شائق جدا عايزين نعرف من حالات مصر كانت فين وبقت فين النهاردة دورنا كدولة أساسية ومهمة جدا مش بس في الشارع الأوسط لأ كمان في أفريقيا دور محوري بقينا فين النهاردة كنا فين وبقينا فين سؤال سهل الإجابة عليه لأنه كنا في وضع صعب جدا كنا أشبه برجل القارة المريض أو رجل المنطقة المريض خرجنا تقريبا من الحسابات الأفريقية والدولية بين 2011 و2013 بسبب يعني أحداث الفوضى والمظاهرات والمطالب الفئوية في تلك الفترة ومصر انكافأت على دخلها تماما وشبه تجمدت يعني أنشطتها الخارجية لكن الأمور سائت تماما مع تولي الإخوان سائت تماما مع الصورة اللي كانت بتصدر عن مصر في الخارج أن هي مصر يعني البعض كان بيبص المصر على أنها يعني خدت معسكر يعني متشدد والبعض كان بيبص المصر على أنها فرصة يقدر يقضي على ما تبقى منها وكنا أشبه برجل المنطقة المريض حصل أنه بعد صورة 30 يونيو الأمور سائت أكتر لما تحرك البعض للنايل من مصر هناك من طالب بتجميد عدوية مصر في الاتحاد الأفريقي وجمدت العدوية هناك من عمل للمهار ضد الدولة المصرية وفيدل يروج أن اللي حصل ده انقلاب وأن مصر فيها مدابح وفيها وفيها مصر بذلت مجهودات ضخمة علشان تقدر تستعيد صورتها ومش تستعيد صورتها بس يعني وترجع للوضع اللي هو كان قبل 30 يونيو وإنما تكون فيه أفضل صورة وصلت لها في سياستها الخارجية مصر بذلت مجهودات كبيرة اشتغلت بهدوء تواصلت الاتصالات مع البلدان العربية والأوروبية ربنا قود لنا أصدقاء عرب ووقفوا معنا زي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأقل من ثلاث سنوات الاتحاد الأفريقي اللي كان مجمد أدوية مصر مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي كان في 2019 مصر تولت الدفاع عن قضايا أفريقيا من يومها وحتى الآن أنا بس عايزة نوضح للمشاهد قد يوم موضواتك العرب يعني مصر عشان تقوم بدأ قمنا بحاجة كثيرة قوي منتديات للشباب الأفريقي مؤتمرات كثيرة عملنا حاجات كثيرة عشان يقدر يبقى فيه بيننا التواصل ما بيننا وما بين الدول الأفريقية تاني بعدما الدور ده ما كانش موجود لفترة كبيرة طبعا أنت عفوا كان عندك رصيد تاريخي هذا الرصيد التاريخي كان مجمد بدأت تستخدميه بدأت تستخدمي قوتك النعمة بدأت تجري اتصالاتك بدأت تتواصلي مع الدول اللي كانت صديقة ليك بشكل يعني تدريجي وتحييدي الدول اللي كانت وغضة موقف ضدك وبعض الدول كانت أغلب الدول يا سوز أشار كانت صديقة لأن مصر دعمت حركات التحرر فيها في الستانيات ويوقفت جمعه وكانت أول الدول اللي أطرفت به هذه الدول تحديقية وممكن ده الجزء المهم هو ده بقى اللي احنا استخدمنا آلياتنا واستخدمنا علاقاتنا القديمة واستعنى بخبرتنا علشان نقدر نسترد ثقة هذه البلدان مرة أخرى نوضح لهم الصورة الحقيقية اللي حصل في مصر الدعوات اللي تمت لمصر مؤتمرات الشباب ومؤتمر الشباب الأفريقي وتدريب الشباب الأفارقة في مصر والزيارات اللي كانت مفتوحة ليل النهار رئيس السيسي أعتقد أنه أكتر رئيس في طريق مصر قام بزيارات لأفريقيا ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تجرى اتصالات أو زيارات مع مسؤولين أفرقى وده خلى مصر يعني مش بس تستعيد دورها لا هي دلوقتي تتحدث بلسان أفريقيا المؤتمرات الدولية منتدم يونيخ للأمن المؤتمرات الاقتصادية الدولية قمة السبعة قمة العشرين الاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس السيسي يحمل هموم وقضايا أفريقيا كان يحمل هموم وقضايا مصر صحي كان دائما يتحدث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته سواء كانت أمام الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية كان دائما ما يكون في متن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاكل أفريقيا وهموم أفريقيا لكن بعيدا عن أفريقيا لأن ما حدث في أفريقيا هو أيضا طفرة حقيقية بكل المقيس وعودة الرياضة نتحدث أيضا عن فكرة إصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تماسك مؤسسات الدولة داخليا والعمل على ذلك في ظل انهيار هذه المؤسسات في الدول المجاورة كيف ترى ذلك خلال الثماني سنوات؟ يعني خلينا أقولك الرئيس السيسي رفع مبدأ الحفاظ على الدولة القومية في أي مكان في العالم مش في مصر بس يعني فترة من الفترات بعد 30 يونيو كانت الصورة سيئة بالنسبة لجرنة سيئة بالنسبة لسوريا كان هناك من يريد تفتيت سوريا كان هناك من يريد تفتيت ليبيا كان هناك من يريد تفتيت السودان رئيس السيسي كان هناك من يفتح باب الجهاد لسوريا وباب الجهاد لسوريا فترة محمد مرسي لكن أنا أتكلم عن المستوى الإقليمي والدولي كانت هناك دول بتعتقد أنه عشان تصلح حال دولة تانية بتقضي على النظام فيها مصر تمساكت بمبدأ لابد من الحفاظ على الدولة القومية أنا مش عشان أعاقب نظام أنا مش راضي عنه أفتت البلد وشفنا النموذج في سوريا لما سوريا شب تحولت إلى مكوناتها الأولية دول دروز ودول شيعة ودول سنة ودول أزيديين ودول ودول وحصل الصراع اللي حصل بينهم مصر قدرت تقنع الدول العربية بالوقوف مع الدولة القومية في سوريا بالوقوف مع الجيش الوطني في سوريا نفس القصة بالالتفاف حوالين ليبيا كبلد مستقل ليبيا ترجع تاني تتوحد تتوحد الأجهزة تاني القبائل يكلها دور في مستقبل ليبيا ولولد الدور اللي احنا دخلنا فيه في ليبيا كانت ليبيا وضعها يبقى أسوأ من كده بكتير احنا يوم حطينا حاجز زمني وحاجز مكاني لأي تدخل في ليبيا سرط الجفرة احنا خافزنا على وحدة ليبيا احنا لو ما عملناش كده كان زمان المتطرفين والإرهابيين زحفوا للشرق كمان وكان زمان كان الحل ليبي ليبي وشوفنا مؤتمر القبائل الليبية في مصر بالتأكيد مؤتمر القبائل الليبية ومؤتمرات أخرى كثيرة تعقد حتى اليوم لاستعادة وحدة ليبيا توحيد قوتها المسلحة حل المشاكل بين الحكومات فيها حاليا البحث عن إطار دستوري تقدر ليبيا تجري الانتخابات على أساسه خلينا أقولك أن السياسة الخارجية المصرية خلال فترة الرئيس السيسي كانت هي كمان مفتاح للسياسة الداخلية يعني احنا لما صلحنا علاقاتنا بالعالم الخارجي قدرنا نستغل هذه العلاقات الجيدة أن احنا نستورد سلاح عشان نعيد بناء قوتنا المسلحة استوردنا يعني أفضل الأسلحة في العالم حملات طائرات طائرات دبابات مدرعات أجهزة رادار أجهزة رصد كل شيء نتخيق يعني كان صعب أن احنا بدون إصلاح العلاقات الخارجية أن احنا نحصل عليه ده نمرة واحدة نمرة اتنين لما استعادنا قوتنا خارجيا قدرنا نجذب مستثمرين عرب مستثمرين أجانب قدرنا نجيب تكنولوجيا كل المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها واللي انتوا تكلمتوا عليها من الصبح زي مشروع مثلا مستقبل مصر الزراعي كل المشروعات بلا استثناء اعتمدت على تكنولوجيا على خبرات خارجية استعنا بيها وامتزجت بالخبرات المصرية وامتزجت بالإرادة المصرية ودرنا نعمل حاجات كان صعبة جدا أن احنا نعملها مشروع زي مشروع المونوريل مشروع زي مشروع القطار السريع كل ده برك بفضل السياسة الخارجية الجيدة اللي اتبعناها كل شيء تقريبا تكامل وفكرة كمان انت أخدت دي بأفضل الأسعار يعني زي سيمينز لما كان يتكلم السيد الرئيس انت واخد ده بسعر ما بيحصلش أصلا في أي دولة من دول العالم صحيح الراجل نفسه مدير سيمينز لما في يوم من الأيام كان يشيد بأن الرئيس قدر أنه يفاصل معاه علشان يوفر للبلد ويوصل لسعر أفضل لا أكبر مشروع صيني منذ عملته منذ نشقتها يعني كمان مش أي مشروع صحيح لأنه كمان احنا هناخد أفضل منتج أفضل جودة انت بتعملي مشروع قطار كهربائي آمن جدا سريع جدا مميكا تماما انت برك عندك المونوريل المونوريل يعني بيدار بشكل آلي كل حاجة بتدار بشكل إلكتروني حتى مشروعات الصباط اللي احنا عملناها الصباط مش الزكية لا الصباط الأعلى زكاء الصباط الأكثر توفير للمية الصباط الأكثر انتاجية يعني دي كلها حاجات نفعتنا وبتنفعنا بشكل كبير جدا مشروع تشكة اللي كان يعني شبه مجمد سنة تم الإعلان عنه ووقف اه شبه مجمد لبعض الأسباب ازاي قدرت الدولة بالإرادة انها تستعيد تاني ومش كده بس احنا بردك اما بنبص للمشروعات الطرق الجلالة 30 يونيو المحاور على مستوى مصر حياة كريمة كل ده مرتبط بإصلاح رياساتك الخارجية كل ده مرتبط بعلاقاتك بالآخرين كل ده مرتبط بإيمان بهزة البلد ورغبة في تحسين الوضع يعني احنا بنتكلم انه السياسات الخارجية دي ممكن من اهم الحاجات او الخطوات او الملفات اللي مصر اهتمت بيها مصر لغاية من اول من ثمان سنين لحد النهارد قادرة تعمل دور دبلوماسي عظيم يعني حتى في ظل الازمة الموجودة النهارده وسط العالم كله مصر عاملة توازن حلوة قوي السيد اشرف عاوزين نعرف من حضرتك ازاي ادرت مصر ان هي تعمل دبلوماسية متوازنة مع الدول التانية في وقت كانت الدول الاخرى بتقول فيه يتبقى معايا يتبقى ضدي قبل ما اتكلم في النقطة دي عايز اتكلم في حاجة الدبلوماسية النظيفة الدبلوماسية المتوازنة ما قامت به مصر مع اسيوبيا سيدرس في التاريخ في ظل التعانوت الاسيوبيا مع مصر في موضوع سد النهضة لما كانت اسيوبيا بتتفتت وقوات تجراي وقرومو بتحاصر العاصمة قديسة بابا ما سمعناش انه مصر ابسالت جندي واحد وما سمعناش انه مصر اطلقت رصاصة واحدة صحيح وما سمعناش انه مصر تدخلت باي شكل من الاشكال ولا حتى تدخلت ببيانات ولا اي حاجة في الوقت اللي كانت يعني قشة تضمر اسيوبيا صحيح لكن مصر لانها بتحترم سيادة الدول بتحترم استقلالها عندها ثقة في نفسها انها تقدر تحل مشاكلها ولديها ثقة في قوتها انها اذا تأزمت الامور حتدفع عن حقها ما تدخلتش وده يدرس للتاريخ وارسالة لكل افريقيا ان كل القضايا تحل بالحوار فيش حاجة اسمها دولتين يتقتلوا على شن سبب او اخر كمان اللي بردك بيأكد لنا زي الدولة دي قوية في يوم من الايام لما قتل الاقباط المصريين في ليبيا وكان الوضع سيء جدا مصر سأرت لابنائها ما فاتش ايام غير لما كانت هذه المجموعة اللي قامت باختيال المواطنين الابرياء العزل كانت دفعت التمن غالي ومصر بعدها ساعدت ليبيا بكل قوة يعني الدربات الجوية التي حدثت في ليبيا للصقر لما يعني من ابنائنا الاقباط المصريين تحديدا في ليبيا كانت بالتنسيق مع ليبيا اه طبعا اللي انت كان عندك حاجة تجيب حقا ليبيا وبعدين كمان انت سهلت حاجة ديرنا اللي كان حصل فيها هذه المدبحة كان اكتر مكان محصن لهؤلاء الارهابيين بسبب التضريس بتاعت ديرنا ومناطقها الجبلية وكانت محاطة بكل مكان انت اضعفتها تماما وهيأتها للجيش الوطني الليبي انه يدخل يحررها ويخلص ليبيا من جزء كبير جدا من الارهابيين صحيح نرجع بقى للسؤال البتاع التوازن في العلاقات عندنا دلوقتي نموذة الازمة الروسية الاوكرانية زي انه البعض حاول يخدنا في مربع ان احنا نقف مع هذا الطرف في الوقت المعظم دول العالم فعلا خدوا اطراف انحيا ذاتك احنا قلنا لا احنا علاقتنا جيدة مع الطرفين بنخافز على التوازن قلنا اه في خطأ حصل لكن لم نشارك في عقوبات ضد الطرف الروسي وفي نفس الوقت علاقتنا لم تنقطع بالطرف الاوكراني تبادل التجاري مستمر ما انسقناش للهجة اللي تمت ان دي فرصة نستدرج الروس ونتباحهم ونضعفهم لأ لانه العلاقات بيننا وبين روسيا مهمة جدا زي العلاقات بيننا وبين امريكا مهمة جدا احنا عملنا حاجة بردك بتدل على ان الدولة تعي تماما معايير السياسة الدولية بانه ممكن طرف لو انت اعتمدت عليه تماما فلحظة واحدة يساومك يتلعب بيه وعلشان كده مثلا كل معداتنا ما بنجيبهاش من طرف واحد اسلحتنا ما بنجيبهاش من طرف واحد بنجيب من الشرق والغرب والجنوب مكان ما يكون في حاجة بتنسبنا في الامكانيات وبتنسبنا في الساعة عملنا سياسة اكتر من هائلة حتى فيما يتعلق بازمة الامح والحبوب الدولية احنا اه بناخد كنا نسبة كبيرة جدا من الامح والحبوب من روسيا واوكرانيا لكن احنا في 14 دولة كمان بنستورد منها صحيح وحنا في نفس الوقت كمان علشان عارفين او كنا يعني عندنا رؤية انه ممكن يحصل صراع بين روسيا واوكرانيا بسبب الخلافات اللي كانت بتتنامى بينهم عملنا المشروع زي مستقبل مصر عملنا المشروع زي تشكا قعدنا احياءه دلتا الجديدة اي اطبع ابنواتها والركيزة لأساس لمستقبل مصر لزراعة القمر السنة دي انتاج الامح في مصر هو الاعلى في طريق مصر صحيح وده هيساعدنا ان احنا او مساعدنا ان احنا مش حاسين بازمة الحبوب زي الناس التانية وعندنا مخزونات تكفينا ربما حتى نهاية عزا العام ولسه في وردات جاية وما الى ذلك الدولة المصرية دولة بتاعي حاجة واحدة بس الشيء الاساسي في العلاقات الخارجية هو مصلحتنا الداخلية ومصلحتنا الداخلية بدون ما نجور على احد وبدون ما ننحزل احد ضد احد وبنكون متوازنين في كل الاتجاهات وكل العلاقات يعني في الحقيقة كان عندنا حروب في جبهات مختلفة وجبهات كثيرة جدا بنتكلم انه جوه سينة فيه مشاكل مع الارهاب على الحدود فيه مشاكل مشاكل مع يمكن فاسترجعتاني دورنا الاقليمي والافريقي لكن مصر قدرت ان هي تتصدى وتعدي الصعب دي كلها والتحديات دي كلها وقدرت ان هي ترجعتاني دورها المحوري مش بس في الشر الاوسط لكن كمان في افريقيا ملفات مهمة جدا اتكلمنا عنها وشرح حالنا ملف السياسة الخارجية الكاتب الصحفي الدكتور اشرف ابو الهور مدير تحرير جريدة الاهرام اللي نورنا النهاردة صباح الخير يا مصر كل شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك